الحمد لله والسلام على رسول الله نلتقي اليوم في النقاط العربي بالنسبة لمناقشة الربيع كلمة الربيع الربيع المجتمعي والذي نريد أن نتكلم عنها اليوم الربيع المجتمعي والربيع الفاصلي نوعين من أنواع الربيع التي نتكلم عنه اليوم قبل أن نتكلم عن الربيع وأنواعه كثير من الشباب كلموني حسناً أن هناك مشاكل كثيرة جداً حصلة في الأمة العربية والأمة الإسلامية والعالم وسعاد بيلموني على أنني لم أشتغل في العمل الإغاثي المباشر كما كنت أشتغل فيه من زمان ولكن أنا أذكرهم بالآية الكريمة وما كان المؤمنون اللي ينفلوا كافة لولا نفرم كل فرقة منهم طائفة لينفقوا في الدين ولينزروا قوامهم إذا رجعوا إليهم لعالم الحجور أنا كنت أشتغل في العمل الإغاثي منذ عام قبل عام 1984 ولما وجدنا أن فيه عمل آخر غير من عمل الإغاثي المباشر وفيه فجوة كبيرة جداً ما بين المؤسسات العربية والإسلامية كان علي أن أنا أترك العمل التنفيذي الإغاثي وأبدأ فيه عمل آخر النفر هنا من نفير فلولا نفر يعني أن ننفر أو أن نسارع أو لكي ننقذ الناس أو نعلم الناس إلى آخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني من عامة الناس من عامة المجتمع لابد أن ينفر فرقة طائفة لماذا يتفقهوا في الدين والدين هنا فيه فقط الدين الشرعي ولكنه في كل التخصصات ومناحي الحياة المجتمعية التي نعيش فيها فلذلك أنا في إجابة على هذا السؤال قلت أصبح أنا من هذه الفرقة أو التوائف التي تستطيع أن تتخصص في عمل آخر يقومون به إذا نظرنا لتفسير السعدي في هذه الآية السعدي بيقول إن المسلمين يبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم به ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ونهاية ما يقصدون هو قصدا واحدا الذي هو القصد الواحد الذي هي خدمة الدين وخدمة الدنيا أو خدمة الدنيا من خلال الدين أو خدمة الدين من خلال خدم الدين وهو قيام مصلحة دنهم ودنياهم ولو تفرقت الطرق هناك طرق كثيرة هنا. إذا نظرنا هذه الرسمة نجد أن النقط الصغيرة هي أبناء المجتمع المجتمع المختلفين من طارق مختلفة وعرقيات مختلفة إلى آخرين. فيصبح من كل هذه المجميع طائفة أو فرقة تتفقه في منحة من مناحي الحياة التي تحقق الهدف العام وهو خدمة الدين من خلال خدمة الدنيا أو خدمة الدنيا من خلال خدمة الدين. لابد علينا أن نحدد الهدف العام وهو خدمة ديننا وخدمة الدنيا. أنا لذا ذكرت كمة ربيع لأن تدرت كثيرة جداً مع الربيع العربي بأشياء سلبية. أنا لا نتكلم عن الربيع العربي ولكني نتكلم عن الربيع المجتمع الذي نعيش فيه كان في المطالة العربية الدول الإسلامية أو الدول أخرى. نجد هنا في الإحصائية دي بأعمار أبناء المجتمع من سن الولادة لسن ما يقرب مئة عام في آخر الصورة. نجد هنا في مصر من صفر الخمسة تدرتين في المئة في الجزائر الخمسة عشر في المئة في ألمانيا وإنجلترا في السويد. السويد مش وصارة كده. والسويد من اتناشر لستاشر في المئة. وأعمار الشباب من خمسة تدرتين في المئة في مصر والجزائر من خمسة تدرتين في المئة وفي الدول الأخرى من ثلاثة وعشرين إلى خمسة تدرتين في المئة. وكذلك هنا بالنسبة لمن هم يعيشون في نهاية العمر في الدول السويد خمسة تدرتين في المئة، ألمانيا خلسة تدرتين في المئة، وبريطانيا تدرتين في المئة. ونحن نتمتع هنا بأن نسبة الشباب اللي موابدين في المجتمع عندنا بتكون أكتر خمسة وستين في المئة زي ما احنا شايفين في الشريحة اللي احنا وضعينها. لذلك يجب أن نهتم بربيع المجتمع. حتى الشعراء والأدباء تكلموا عن نوعين من أنواع الربيع. أنا ليس أغني الأغنيتين طبعاً، وأنتو عارفون الأغنيتين في العالم العربي من أشهر الأغاني، مأمون الشناوي قال كلمة أدي الربيع عدم التاني، يعني كأن الربيع ده فصل من فصول السنة وهو فعلاً فصل من فصول السنة. وصلاح جايين جيبوا عندي وقال الدنيا ربيع والجو بديع، يعني معناها الربيع ده متواجد في الدنيا دائم. فهنا بنسميه الربيع المجتمعي الذي يمثل أبناء المجتمع الذين يعيشون في نفس الوقت في المجتمع. وهنا بيمثل الربيع الفصلي الذي يمثل تتابع الفصول الأربعة والربعة. يبقى المجتمع بتتوازى في كل الفصول مع بعضها البعض، أما بالنسبة للمناخ فبتتوالى هذه الفصول الأربعة ولا تتوازى. ربيع المجتمعات عندنا مثل ربيع الملاخ. نجد أن في المجتمع في من هم حديث الولادة، وفي من هم أطفال، وفي من هم مراهقين، وفي من هم شباب، وفي من هم رجال ونساء، وفي من هم من التعدى والأربعين سنة، يعني من الرجال أو المسنين أو الكهولة. فكل دون بيتوازوا في نفس الوقت، إذن في أي مجتمع من المجتمعات التي نعيش فيها، كل الفصول العمرية موجودة في نفس الوقت. وأهم شيء نستطيع أن نتحدث عنه الآن أن المجتمع العربي ربيعه يوازي خمسة وخمسين لخمسة وستين في المية من التكوين البشري لهذا المجتمع. النسبة دي عالية جداً جداً، وزي ما تكلمنا من قبل وقلنا، أهم ثروة في المجتمع هي الثروة البشرية، التي هي أهم من الثروة البترولية والسياحة والزراعة إلى آخره، لأن بدون البشر لن نستطيع أن نقيم دولة، ولن نستطيع أن نقيم وطن، ولن نستطيع أن نقيم مجتمع، ولن نستطيع أن نقيم نهضة، ولن نستطيع أن نقيم حضارة، يبقى الفصول في المجتمع العمرية متوازية مع بعضها البعض من الولادة إلى الكهولة، أما في الفصول في المناخية تتوالى مع بعضها، المشكلة تقع في مجتمع؟ تقع المشكلة في المجتمع في القيادات، وده اللي قد يكون بالناس بتاعزوا الفشل التجربة معينة في مكان ما، مش لأن المجتمع فاشل، لأن القيادة هي اللي فاشلة، تقع المشكلة في القيادات المؤسسات المجتمعية، اللي منها الأحزاب، الجماعات الدينية، والفكرية، والثقافية، والناس اللي بيولوا عن نفسهم، إحنا النخبة، أو إحنا الرموز، أو إحنا كذا وكذا وكذا، والإعلاميين، واللي كذا إلى آخره، مشكلة فيه مهمة، لأنهم بيعيشوا كأفراد في شتاء الجمعية بتاعتهم، متقوقعين على أنفسهم، يعيشوا في خريف الجمعية بتاعتهم، ولا يستطيعون إدراك حركة الربيع المجتمع الديناميكية، في الشارع، وأنا قلنا أن الشباب في المجتمع العربي، يعني نسبته كما ذكرناها من قبل، تصل إلى خمسين أو ستين في المئة أو أكثر في بعض الأعمال، يبقى المشكلة مش بمشكلة ربيع عربي، أو ربيع باكستاني، أو ربيع هندي، أو ربيع بنجلديشي، أو ربيع أوروبي، لا، المشكلة في كيف تتعامل قيادة المؤسسة مع المكونات المجتمعية من أبناء المجتمع، وتتقوقع نفسها في كهولة الفكر، وفي كهولة العمر، وفي كهولة الأداء، وفي تراهل الأداء كذلك، وده اللي بيخلي أي شعب أو أي مجتمع يدجر شبابه من قياداته في كافة المناحة، سواء كانت سياسية، والتعليق، أو اجتماعية، أو دينية، أو فكرية، أو ثقافية، أو إعلامية، إلى آخر. الجماعيات الكهلة، اللي بقى لها خمسين، وستين، وسبعين، وتعتقد أنها مازالت تستطيع أن تتحكم في المجتمع، هي عايشة في خليف وشتاء عمرها، وليس في خليف وشتاء المجتمع، في خليف وشتاء عمرها، اللي بيفصلها عن الربيع المجتمع، لأن الربيع المجتمع موجود دائماً، لا يغيب، لا يغيب الربيع عن المجتمع أبداً، لأنه دائم في حركة الشباب، منادت الشباب، منادت أبناء المجتمع، ويتعيش هذه الجماعيات الكهلة التي تفشل أي تجربة، وتفشل أي مجتمع، داخل خليفها وشتاءها العمري في جمعيتها، أو في مؤسستها، أو في جماعتها، أو في حزبها، أو إلى آخر، وإن لم يدرك هؤلاء، أو هذه القيادات المتقوقعة في خليف شتائها، أو شتاء خليفها، لن يستطيعوا أن يركبوا حركة المجتمع الداناميكية في ربيع المجتمع الدائم، زي ما قلت أبداً، أصل في المجتمع أنه هناك أربع فصول عمرية، مجتمعية متواجدة في نفس الوقت، على عكس فصول المنافذ الأربعة المتتابعة، وعلى مسؤولي العمل الاجتماعي، يدركوا حقيقة، حقيقة مهمة جداً، العمل الاجتماعي، أنهم مسؤولين عن ماذا؟ عن خدمة هذه الفصول العمرية المتوازية في نفس الوقت، من منظور أن يفهموا حركة المجتمع الديناميكية في كل فصول أعمار في فصول المجتمع، ويستجيبوا لحاجاتهم المختلفة، وما يعيشوا هم في فصل وعمر جمعيتهم، لابد الجمعية ينظر إليها، أو الحزب ينظر إليه، أو الجماعة ينظر إليها، أو المؤسس الفكرية ينظر إليها، لأنها مجرد وسيلة، لكي تتعامل مع كافة أبناء المجتمع بمشاكلهم المختلفة، في فصول أعمارهم المختلفة، هنا في تحزين مهم جداً، التحزين لقيادة المجتمعية، التي لا تدرك عددية وتعددية الفصول المجتمعية، هي قيادة مجمدة، يعني خلاص، دلجة، خلاص، خلق التاريخ، خلاص، خلق الرادار، خلاص، خلق الشعور، مجمدة، خلاص، فروزن، كأنك حدثتها داخل، داخل ديف فريزر، يعني كيف بالعربي، اللي هو الفريزر التي أعتلت، داخلها، ولا تمثل هذه القيادات، للتفقود هذه الجمعية، لا تمثل على الإطلاق، الفصول العمرية المجتمع ده المجتمع اللي احنا عشين فيه اطفال حديث الولادة قد يكونوا اطفال مرايقين قد يكونوا شباب قد يكونوا رجال نادقين وبعدين ده المجتمع اللي احنا نعيش بيه في نفس الوقت فالقائد المجتمعي لابد ان يدرك ان هناك حاجة لهذا الطفل وحاجة لهذا الكهن لابد ان يوفي حاجات الجميع في المجتمع ولا يقصر نفسه على فئة عمرية واحدة داخل المجتمع لابد ان يوفي حاجات النساء وحاجات الرجال وحاجات ابناء الاقليات المختلفة وحاجات ابناء العرقيات المختلفة والثقافات المختلفة الى اخره لذلك القيادة لابد ان تعيش في عمر المجتمع وليس في عمر جمعيتها في تكوين المجتمع وليس في تكوين جمعيتها على ما تراه مناسب لها وليس المجتمع انرعت الجمعية ان هذا مناسب لها لكي تبقى خرجت عن طور خدمة المجتمع فاصبحت تخدم نفسها ولا تخدم نهاية المجتمع تبقى على حاجتها وتبقي على مقاها ولا تحاول ان تبقي على تماسك المجتمع نفسه تبقى دي قيادة فشلة متجمدة خارجة عن مصار الحياة المجتمعية الدينماكية ما فيش مجتمع عبدا ما فيش حياة دينماكية كل يوم تتحرك ابناءه في كافة المجالات مهما ان كان هذا المجتمع غني او فقير متعلم او جاهل في اخصر معمورة او في شرقا او غربا لك كل كل بيتحرك حركة دينماكية دائمة كل يوم للحصول على الكسر والرزق ومغالبة الحياة والمصارعة مع المصعاب الحياة هنا بنتبص للربيع هون وانا بنتبص للشتاء والخليف انا باتكلم عنه بمنتهى المضوع لان احنا بنعيشه احنا بنعيشه هنا في اوروبا مع جمعيات متكلسة ومتجمدة ومتحجرة وبنعيشه بالامة العربية مع جمعيات جمعيات متقوقعة ومنعزلة قيادتها عن المجتمع والمجتمع هو قدامنا المجتمع عايز يحيا يجري يبني يبير يطور يرفع يحدث نهضة يبني حضارة والمشكلة المعطلة ليست في المجتمع المشكلة هنا يلقظات قيادات المجتمع المنعزلة عن المجتمع المتقوقعة على نفسها المتقوقعة على عضوياتها المتقوقعة على كوادلها وليس لا ترى إلا ما ترى لصالح المجتمع فرعون لا أوليكم إلا مأر ولا أديكم إلا سبيل الرشاد هو بس شايفها كده وعندنا جمعيات وقيادات لا ترينا إلا ما ترى وهي وهي الوحيدة التي تهدينا سبيل الرشاد ودي المشكلة الكبيرة التي حصل في قيادات مبعا أو الكثير من مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت سياسية أو دينية أو ثقافية أو فكرية إلى آخرك وخاصة أنه بيعمل لنا أرتكارية دايما 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 الجماعة اللي عودوا وحطين نفسهم الدمارية في التلفزيون ويكلمون 14 ساعة كنديون الحل هو إيه؟ لابد في الجمعية وفي الحزب في الجمعيات الدينية وفي جمعيات الفكرية والثقافية أن يكون تمثيل لكافة الفصول العمرية المجتمع فيها والتمثيل الأنسب من أبناء المجتمع ليس الأنسب من أبناء الحزب أو الأنسب من أبناء الجمعية الدينية أو الأنسب من الجمعية الفكرية على الجمعية أن يكون فيها كل الفصول المجتمعية في آل واحد بما في ذلك اللي هم النساء المهمشات دائما والشباب المهمشين دائما ليه ده لسه يا صغير لسه عايزين ربيهم لسه مستووش يبقى كنت انا في منطقة من المناطق كده وقعدت مع بعض الشباب قعدوا معايا تكلموا ضاجرين ام في لبنان وعايدين يعملوا حاجة امكانياتهم عالية روحت للشيوخ قعدت معاهم قال لا 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 لسه قعدت خضرة اللي قعدت قعدها مستواش قدت له واحد من المشايخ ده قعد مع الناس دول بقى دي عشر سنين طيب انت اللي فاشل اذا كنت بتربي شاب في عشر سنين على العمل مجتمعي وتعتقد انه لا استطيع ان يتحمل مسئولية بقى الفشل من الاستاذ والنفس الفشل من الشاب وده اللي حادث في الدول كثيرة للدول العربية يبقى ان اردنا انه دع الحلقة الجمعية ان يكون فيها كل الفصول المجتمعية في الراحة خاصة النساء والشباب ونعلم نجد ان في كتير جدا من الجامعات الدينية من يهمش دور خاصة النساء وعلاقات الجامعية انها تستوعب جميع تستوعب كمان مش بس يوجدوا الدكور في بعض الجامعيات بتحط بعض النساء والشباب دكور عشان ناخد صورة عشان فيه منح جاي عشان فيه وزير جاي عشان فيه لغطة عشان فيه مؤتمر وبعدين بعد كده كب الموضوع لا يمثلوهم ويستوعبوهم لان اما بنتناقش مع الشباب سرعة النقاش والتغيير عندهم مثلا بالخمسمائة ميل في السانية وانت سرعتك خمسة ميل في السانية فلا بد ان صاحب الخمسة ميل في السانية يستوعب صاحب الخمسمائة ميل في السانية وده الاستيعاب والقدرة على احتواء او تفعيل او تمكين هذا الشباب وتوجيههم لخدمة المجتمعات على الخمسة الجمعية انت استوعب جميع الفصول العمرية في ايه في هياكلها الادارية مش في صورها المتحفية او صورها التمثيلية المصرحية ها ان احنا جايين حد او الشباب تعالى اخدوا صورة لا اعمل ايه مش يعني عبد الحين حافظ كان بيقول له كده يوه ناس ما صورة 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 كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الرئيال منصورة خلاص? وكان بيقول صورة المجتمع ولو انت صورة المجتمع فوقت عبد الحين حافظ هتلاقي ان الربيع موجود والشتة موجود والخليف موجود والمرايقين موجودين والشباب موجودين بس لابد يكون مدور في الجامعية مش صورة نتزين بيها في داخل يبقى على قد الجميع انت استوعب جميع الفصول العمرية في الهياكلها الادارية ولا تمثل وتخدم المجتمع ككل مش عاملية مش تمثلية اه وفيلم حينتجه مرتج ولا ولا ممثل ولا مصرحية لا حقيقة تمكين وتفعيل وتدريب وادارة وقيادة لهذه القيادات الشبابية داخل الهياكل الادارية الجامعية حدث حدث كبير جدا جدا في تركيا في شهر مايو وهو لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة كان فينا قمة إنسانية عالمية أول مرة في التاريخ أول مرة في التاريخ على الإطلاع منذ إن شاء الأمم المتحدة والقمة دي نفسها جزء من الربيع المجتمعي للعالم جزء من التحول الفكري للعالم جزء من وضع قيادات إنسانية جديدة على ساحة العالم والمجتمع الدولي جزء من إحداث التغيير المناخي اللي عمل الإنساني في الساحة الدولية حدث وأنا من تجربتي الناجحة والفاشلة والمؤلمة والمحبتة والمفاعلة استفدت من دوري كمسحراتي قلت أنا مش حاملة دور مسحراتي أصحي الناس من النوم عشان يروحوا ومع ذلك فشمنا في أن نوقز الكثير من الجامعيات العربية الإسلامية اللي كاي تشارك في هذه القمة التي لأول مرة في دريق الأمم المتحدة تعقل هنا بقى كدور زي ما الإمام السعدي قال لابد إن يكون دورنا كفئة أو طائفة من المجتمع ومجتمع أن تتفقه في مصار المجال اللي نعلم أن ننجح فيه من أجل خدمة الأمة رجع على الصورة الأولية بتاعت سيد الإمام السعدي دي يابد إنه بقى كل طائفة وكل فئة من دول مشي في مصار واحد عشان تخدم الدنيا وتخدم الدين فده دور لكل إنسان لكل إنسان في أي زمان وفي أي مكان إنه هو يتبوأ هذه المهنة سواء كان في الطب أو الزراعة أو الاقتصاد على العمل إنساني أو 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 الأخير لكي يخدم مجتمعه ويخدم دينه ويخدم دنياه أو تخدم مجتمعه تخدم دينه ويخدم دنياه نرجع تاني للقمة الإنسانية فلما نبص بحاجة دي كده هو القمة الإنسانية ربيع خلاص؟ إحنا بقى لو ما استفدناش منها وعضينا عليها بالنواجز وفعلنا آليتها هتتحول إلى خريف وشتاء وتجمل لذلك يجب علينا أن نديم الربيع القمة الإنسانية والذي أنا أقول به بأختم به أن ربيع المجتمعات لا ينقضي على الإطلاق لذي أنا أقولت في الأول وفاصل المجتمعات العربية والذي شاهد فيها المسؤولي قرابة ستين في ثمانة تركيبة سكانية ولا تستطيع أول تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وعشر مؤسسة في الشيخوخة المجتمعية أن تدير هذه المجتمعات الشبابية وأن تستطيع مؤسسة في الشيخوخة المجتمعية في هيكلها الإدارية أن تدير هذه المجتمعات الشبابية الدين الأمريكية التي تحدث صفرة المجتمع في كافة مجالات دي بعض الأشياء من القمة الإنسانية اللي حصلت وهنا كان فيه جلسة جايبين فيها اللي هم الأبناء الجايات المهمشة من اليمن ومن البنان ومن المناطق اللي فيها السراعات ومن كازاقستان وأسبكستان والصومال وكذا 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 وكان الناس بتكتهد عشان يكون لها دور لكن ما نقعدش إحنا في بيوتنا ونعمل في مساء بيقولك القادي يعمل فادي والفادي يعمل قادي أو الفادي دايما قادي ونقعد نرمي الناس ونصنفهم وفي بعض الكثير من جيرنا حيث نكفرهم إلى آخر لكن لا بد علينا من المشاركة في كافة مناحي المجتمع والحياة فيه وكافة مناحي ومصارات المجتمع الدولي ومصاراته إذا أردنا أن نبقي على دورنا الوطني في المنظومة الدولية طبعا أنا أختم الكلمة اليوم وأرجع مرة تانية وأقول وأرجع لأول سورة حطتها إن إحنا تروتنا هنا طبعا التخصص كما تصروا الإمام السعدي ثروتنا هنا في الشباب وفي المجتمع في النساء والرجال والأطفال دي ثروتنا إن كنا فعلا قادة مجتمعيين حقيقيين فعلينا أن ندرك أننا نستطيع أرشاد هؤلاء الشباب بتكوين هذه التواقث من الفرق المتخصصة التي تعمل على بداء المجتمع وإكمال مسيرة نهضة المجتمع وبناء الدنيا والدين ما هو السبيل للسرلال الربيع العربي استخدام أعوامل قابل للقياس؟ كل شيء قابل للقياس هو بيعتبر مبادئ بغض النظر نسميه الربيع عربي أو خريف عربي أو أشتاع عربي إلى آخر أنا لأقيس عمل أعمله أعرف أنه لي بداية ولي نهاية ولي معايير ولي فعاليات ولي شركات وأقيس كل أداة يعني مثلا أنا أدي مثلا لو إحنا روحنا في مكان ما وأردنا أن نعمل مشروع للمية مشروع للمية مثلا أو مشروع التنمية الأسرية حقيس نجاحه إزاي؟ بكم عدد أنا أعمل نهاية أنا أذكرت في مثلا دقاء بكده عدد الساعات التي توفرت لامرأة في البيت استطاعت أن توفر جهدها ووقتها من أن تنزل من الجبل قمة الجبل لقاعة المجتمع لقاعة الوادي لكي تجلب خمسة هتر مية كل يوم ومجرد أن تضع خزانة المية فوق ستتوفر للمرأة دي أو للطفل المحرومة من التعليم خمس أو ست ساعات كل يوم والمرأة تستفيد من خمس ساعات دول تأخذ مخلق جزهة تلعى أولادها تشتغل في عمل يدوي آخر تساعد جزها تساعد جزها البنت أصبحت للمدرسة وذلك قياس ليس عملية كم حنفية مية دخلناها البيوت وعملية كم هو الوقت وإنفائدة من إدخال هذه الحنفيات لكل بيت من البيوت انه اصبح دلوقتي العب الجسدي والعب الذهني على الرجل وعلى المرأة في ايجاد مية صالحة للشرب في البيت توفر عليه هذا الجهد ده مقياس الاصر بالنسبة لثورات المجتمعات او انه هو نهضات المجتمعات لا تقاس بالايام اللي يقيس نموه مجتمعا باليوم هذا انسان هوائي لان مفيه ساعة بتزرع النهاردة بتطلع بكا الملوخية بتاخد لها اسبوعين الفلاحين يعرف اكتب مني النخلة تاخد لها كم سنة 30 او 50 او 50 او هكذا واذا انتم اردتم ان تقيسوا ان التغيير المجتمعي سيحدث بين عشرة وضحان بحنا خاطئين لو احنا اعتقدنا ان احنا الفساد اللي في اي دولة من الدول حتى هنا في الدول الاوروبية والامريكية في فساد هيمحى بين عشرة وضحان بكل مسيرة والمسيرة اللي بتاخد سنوات من الاصرار من القيادة السياسية على محاربة الفساد فقياس الاداء بيأتي بوضع المعايير قبل البدء في المبادرة ما فشلوش اللي فشل هم القيادات بالعربي يعني كان بمنتهى الصراحة اللي فشل هم القيادات لانهم عملوا فجوة كبيرة بينهم وبين الشباب زي ما قلت القيادات تكلست وتحجرت وتجمدت وأصبحت تماثيل ومنهم أصبح دمى يستغل تستغل فلذلك اللي فشل مش الشباب او عطلين الشباب فشلت الشباب في أي مجتمع هم أساس النهضة وأساس التغيير وأساس الحركة المجتمعية في البناء وأساس التضحية أما اللي فشل واللي مفروض من يراجع نفسه بقى ونرجع عن السؤال الأول قول مقياس الأداء نحن نرجع لدي القيادات اللي كانت مسكرة ساكت قيالات دينية أو سياسية أو فكرية أو بلوطية أو مش عارف ايه نقول انتعالوا هنا بقى انتوا السبب في الفشل لانتوا عملتوا فجوة بينكم وبين الشباب متى سيستظل الشباب بحكمتكم يستطيعوا ان يكونوا مقاعدة الحاضر والمستقبل في ظل رعاية القيادات الحزبية والقيادات المجتمعية المختلفة صراحة يعني انا اتكلم من تجنوبة لان في الفترة اللي فاتت دي كلها انا سفرت البلاد كتيرة منها تونس منها السومال منها مصر منها ليبيا منها زي ما انت عايز تقول لدنان كذا 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 لو بقول لك مفيش حاجة حتحصل لان احنا بنحافظ على القيم وهنا بنحافظ على المبادئ كلام ده كله كله ايه زي نجيب فيه مثلا ايه فيلم ابن حميدو مثلا ولا فيلم اسم كيه اللي هو بتاع رصيفني اللي هو محمود المليجي هو سوريا فريد شوقي وزاكي رستم هو بيصليه ركعتين هو حشاشه بتاع ايه بتاع ايه بتاع شاب ده ارعان لا شاب مش ارعان شاب هو اول من ضحى هو في كل الثورات لو انت بتكلم على الثورة في مصر في سنة 52 او الثورة في ليبيا او الثورات كل او الثورة في امريكا اللاتينية كاسترو في الكاسترو وجفارة كل ده الشباب كان كل ده الشباب لكن استطاعهم ان يبني مجتمع اما عندنا في المنطقة بتاعتنا فما زال القيادة الى يومنا هذا الى يومنا هذا لا تريد ان تمكن الشباب من قيادات او المشاركة في القيادات او انها تسجعها على ان تصبح هي قيادات مجتمعية مثلا بيقولك ايه انكبر ابنك خويل انت انكبر ابنك ادي له على افاق او ادي له شلول او اقفوا برا في طبور لكن لو في شركتك الخاصة بقى انت يا قيادات يا رموز يا رموز يا رموز يا متكلسة و يا رموز يا متحجرة لو ديه في شركتك الخاصة بتجيب ابنك وبتجيب بنتك وبتجيب بنت خالتك وبنت عمتك وتقعها انت مش معنى في العام العام بتقص الشباب يعني في العام احنا عندنا سكيزفرينيا عند بعض القيادات المجتمعية كانت حزبية سياسية او اجتماعية او دينية او انهم فعمالهم الخاص بيجيبوا احسن ناشو بيملكوا ابنائهم اما العمل العام وهما بيتحجروا عليه فبالنسبة لما حدث في الدول العربية احنا لن نسي الى الشهداء من الشباب من كل الدول هما احسنوا واجادوا والذي خد لهم هي القيادات المجتمعية المتكلسة المتحجرة المتقوقعة المتفرزة المتجملة نشكركم وغزاكم الله خير وان شاء الله نتقي معكم غدا باللغة الاعجمية الاولى اللغة الانجليزية ساعة السادسة والنصف نفس المحاضرة بتوقيت بلطانيا او تسعة ونصف بتوقيت مكة وثانكيوناو فالتوامره وانتومورو سيقوم بتصوير الانجليزية المترجمات الانجليزية 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته